رئيس الوزراء قال كمان أننا بنسعى لاستعادة معدلات الانتاج السابقة من المواد البترولية وتوفير فطورة الاستيراد وبيتقال أن الحقول المصرية انتاجها وصل لمرحلة النضوب لكن الحقيقة هي أننا عشان نضمن استدامة الانتاج محتاجين ضخ استثمارات كل شوية في قطاع البترول كمان القدرة الانتاجية الخاصة بينا في مصر ممكن تزيد وتكبر ولكن الحكاية أنها تدبير موارد مالية للشركاء الأجانب وده اللي شغالين عليه وبقوة وبنتابعه مع وزير البترول ودي كانت أبرز التصريحات لمصطفى مجبولي احنا نقدر ان شاء الله مع بداية عام 2025 نستعيد معدلات الانتاج اللي كانت موجودة قبل فترة وقبل الأزمة الاقتصادية اللي موجودة لأن ده من شأنه أنه يقللي فاتورة الاستراض على طول كلما الحقول بتاعتي ترجع تزود الانتاجية ودي نقطة مهمة جدا يعني بيتقال إيه؟ بيتقال إن الأراضي أو الحقول المصرية واضح إنها انتاجها نضب أو قال لا هي المشكلة كلها إن عشان أضمن دايما استدامة معدلات الانتاج محتاج كل شوية أدخل استثمارات ودي ممكن أنا قلتها وبأكد عليها اللي أنا عايز أقوله لأ إحنا قدراتنا الحمد لله في مصر نقدر إن إحنا انتاجنا يزيد ويجبر ولكن هو كله كان مرتبط بتدبير الموارد المالية للشركة الأجانب عشان يستثمروا ويطلعوا هذا الانتاج هو ده اللي إحنا شغالين عليه بقوة شديدة جدا وبتابعوا على مدار الإسبوع مع السيد وزير البترول ويمكن حضراتكم تابعته هذا الإسبوع تم الإعلان عن كشف جديد في الصحراء الغربية وده شيء مهم لإن هو الأساس إن هو كان زيت ولكن طلع معاه إن فيه غاز أيضا وده شيء جيد وبالتالي إحنا بنحاول نشجع كل الشركات النهاردة على الإسراع بمعدلات الاستكشاف عشان يقدروا إن شاء الله كل ما يدخل بسرعة إنتاج محلي كل ما بيوفر لي فطورة الاستيراد عشان يقدروا إن شاش 2020 شكرا